هو هي الفرق بين البطاقة البنكية العادية والبطاقة البنكية بتاعة المشتريات او يعني ممكن نقول اسمها الكريدت الديبيت كارت اللي هي العادية والكريدت كارت اللي هي بتاعة المشتريات او ممكن نقول البطاقة المغطاة او الفرق وبينها وبين البطاقة غير المغطاة بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو جديد الديبيت كارت او البطاقة المغطاة او البطاقة البنكية العادية دي وظيفتها ان البنك بيدها لك عشان حضرتك لك رصيد في البنك فبدا ما بتروح للبنك وتقف طابور وتسحب اي مكنة اي تي ام بتسحب منها بهذه البطاقة فقط ودي جائزة ولا حرك فيها انما بطاقة المشتريات او الفيزا كارد او الكريدت كارد او البطاقة غير المغطاء دي بطاقة بيدها لك البنك وانت ملكش فيها رصيد بس بيقول لك براحتك بقى عايز تشتري حاجة هندي لك رصيد حايز تسحب فلوس هندي لك رصيد ولكن تسدي احنا كبنك تسدي لنا الفلوس ولكن في مدة اقل من خمسة وخمسين يوم لو هتزود عن خمسة وخمسين يوم يا حلو هنحط عليه غرام التأخير طبعا الكارت الاولان ده جائز الكارت التاني ده غير جائز لوجودها هزا الشرط الربوي لان غرام التأخير نوع من انواع الربا اخر في الدين هزود عليك في الفلوس ها يعني اخر في الوقت هزود عليك في الفلوس هو ده ربا الجاهلية حتى لو انت كنت وده قرار مجمع الفقه الاسلامي لو كنت عازم على السداد قبل ما ينتهي قبل فترة السماح لانك هو قوة مشكلة يا اخوانا مش ما تقوليش اصلا رابط حسابي فمستحيلة اقع في الغرامة مش دي القضية القضية فهمك كده بالراحة انك فيه شرط الربا وانت موافق ايوة انا لو تأخذ هدفع ربا اقريت الربا وزي ملتاك ده مش كلامي ده كلام المجمع الفقه الاسلامي الدبيت كارد جائزة الكريدت كارد بالشرط اللي فيه غرامة تاخير غير جائزة دعم الفيديو بشير والاقيكم من شرا في القناة اشوف كل مرة جائزة السلام عليكم